سلام عليكم قصتنا الليلة من روائع القصص اللي راح تسمعونها قصة جميلة جدا وفيها احداث شيقة ومثيرة جدا لذلك قبل لا نبدأ في سرد احداث القصة لا تنسوا ان تدعمونا باللايك والاشتراك بارك الله فيكم واشكر جميع الاخوة والاخوات اللي دائما يدعمونا باللايكاتهم وتعليقاتهم الجميلة قصتنا الليلة الله يسلمكم من العراق وتحية لأهل العراق وليهون السامعين جميع والقصص العراقية صراحة لها نكهة خاصة المكان احدى القرى اللي تبعد عن مدينة الموصل العراقية حوالي 30 كيلومتر الزمان عام 1967 فيها القرية فيه شاب اسمه احمد احمد هذا من عائلة متوسطة وابو احمد رجل في قمة الرقي والادب والاحترام رجال من احسن رجال القرية لكن الرجل احواله المادية مستورة عنده مزرعة وعنده بعض الاغنام والابقار والحال مستور والله سبحانه وتعالى رازقه بولد وبنت الولد احمد والبنت اسمها هاجر وهذا احمد شاب ذكي جدا ومن اول ما دخل على المدرسة فيها القرية كان طالب متميز وبدت عليه علامات الذكاء والتفوق ولما خلص المرحلة الابتدائية ابوه شاف انه هذا الولد ذكي وحرام انه يطلع على رعاية الاغنام والابقار والزراعة والكلام في نهاية الستينيات يعني ما كان فيه اهتمام زايد في القرى بالنسبة للتعليم لكن ابو احمد الله سبحانه وتعالى مانعم عليه واحواله المادية مثل ما قلنا متوسطة وعنده غنام وبقر فقرر انه يخلي الولد هذا يتابع الدراسة لكن المرحلة الاعدادية تحتاج انه احمد ينتقل الى احدى القرى المجاورة او البلدات المجاورة اللي فيها مدرسة اعدادية وثانوية وفعلا هذا اللي حصل بدأ احمد يتنقل من قريته الى القرى اللي فيها المدرسة خلص المرحلة الاعدادية بتفوق وكذلك انتقل الى المرحلة الثانوية وفيها المرحلة قدر احمد ما يخيب ظن ابوه فيه وكان من الطلاب المتميزين وحصل على شهادة البكالوريا بمعدل فوق المتوسط والان صار عنده شهادة بكالوريا وابوه قرر هذاك اليوم انه احمد يتابع دراساته في الجامعة وقرر احمد هذاك اليوم انه يدرس في كلية الحقوق في جامعة بغداد والامر مكلف نوعا ما لكن الرجل قال لك ودي ابذل الغالي والنفيس لاجل اني اخلي هالولد هذا يطلع بيوم من الايام اما قاضي ولا حاكم ولا متصرف المهم ما يضل على شغلة الزراعة ورعاية الاغنام ويقوم يسجل احمد هذاك اليوم في جامعة بغداد كلية الحقوق وابنت قولي لمتش احمد في يوم من الايام رح يصير محامي ولا قاضي وصارت البنويت في هالقرية يسولفن بصيرة احمد لانه هذا الشاب من الشباب اللي ينعدون على اصابع اليدين اللي يعني مثل ما تقولون مثقفين في هالقرية وانتقلوا الى بغداد وتروح الايام وتجي الايام اول سنة قضاها احمد في كلية الحقوق ونجح هذاك اليوم بدرجات عالية ويجي على القرية في العطلة الصيفية هذا احمد الله يسلمكم منه هو في المرحلة الابتدائية حاط عينه على فتاة من فتيات القرية لكن الفتاة هذه مو حيلا فتاة ومو حيلا بنت بنت شيخ القرية القرية هذه فيها شيخ ينقاله ابو محمد وعنده بنت اسمها خاتون خاتون هذه تقول للقى مرزيح لا اقعد مكانك بنت شيخ على دلال وعز واللي تطلبه يحضر وبنت يعني كاملت الاوصاف والكمال لله عز وجل وكل شباب القرية يتمنون نظره من خاتون لكن خاتون هيهات هيهات انها تنظر الى غالبية شباب القرية بنت شايف حالها وقد الدنيا وبنت شيخ واضرب واضرح احمد حاط عينه عليها من زمان لكن اللي كان يمنع احمد من انه يتحدث مع هالبنت في انه يعني يبوحلها بعواطفه ومشاعره اتجاهها اللي هي الفوارق الطبقية والمجتمعية والمادية بنفس الوقت لانه ابو خاتون هذا عنده اموال متى كلها النيران وبنت قاعدة بقصر من اجمل البيوت في القرية وبنت يعني شنودي اقولكم بنت شيخ وهذا الامر يكفي لذلك احمد كان يخاف ويتردد على الرغم من انه البنت كانت يعني مثل ما تقولون ما اعطيته ضوء اخضر لكن هو كان خايف لكن الان احمد بعد ما صار في الجامعة وصار صيره على كل لسان وهذا احمد صارت كل بنات القرية تتمناه انه شاب مثقف ويجي لابس هالبدلة ولابس هاللباس المدني ولا يشتغل فيه الزراعة واللي تاخذه راح تعيش عيشة هنية المهم هذا احمد بعد ما خلص السنة الاولى من الجامعة ويجي فيه العطلة الصيفية على القرية ويلمح البنت خاتون هذاك اليوم بنت الشيخ طار عقله فيها ول البنت ما شاء الله تبارك الله هالطول وهالجمال وهالاخلاق وهالمشي الجميلة ويتشجع هذاك اليوم احمد انه يقترب منها ويصرف معاها شلونك اخبارك حي الله بأحمد وشاف أحمد انه الفرصة سانحة لأجلي صراحة بعواطفه وقال له يا بنت الناس ترى انا احبت من سنين لكن صراحة يا خاتون كنت خايف من الفوارق الاجتماعية والطبقية وانه يعني احوالنا المادية ما هي حواليكم وانتي بنت شيخ واخاف ان اشترف ضيني البنت لما سمعت سوال في احمد على قلبها مثل العسل طاير عقلها اصلا باحمد واحمد شاب وسيم وجميل ولابس هاللباس الزين اللباس المدني وراح احمد وجاء احمد وكانت تسمع بسيرة احمد من بعض بنات القرية صديقاتها اللي تلتقي هي وياها فكانت تسمع بسيرته وتعرفه لكن ما حصل بينها وبينه اي لقاء البنت كانت سعيدة هذاك اليوم بها المصارحة وانه احمد يحبها وهي هذي خاتون اثريها الذايب الذوبان باحمد وتعشق الارض اللي يمشي عليها لكن ما هي حلوة بحقها انه هي تصارحه بالحب المهم وتحصل علاقة حب وغرام وهيام بين احمد وخاتون لا صارت ولا تصورت وصار احمد ما يصدق على انه ينزل من بغداد على القرية لاجل يشوف عيون خاتون وتروح الايام وتجي الايام سنة سنتين ثلاث واحمد من تقدم الى تقدم كل سنة ينجح في الجامعة وابوه كل فترة وثانية يبيع له شوية غنم يبيع له راس بقر ويأمل له المصاريف اللازمة بالاضافة الى انه احمد كان في بعض الاحيان يشتغل في العاصمة بغداد لاجل يعني ما يكلف ابوه زيادة عن اللزوم ويحاول يعتمد على نفسه شوي المهم بعد ثلاث سنوات من علاقة حب جميلة جدا بين احمد وخاتون واحمد ما عنده نية التلاعب على البنت ولا انه يضحك عليها الولد نيتو شريفة وما عنده نية الخرابيط واللعب ابدا وهذه بنت الشيخ خاتون من اول ما صرحها احمد بحبه كثرة والخطابين والبنت صارت تقريبا في بداية العشرينيات وهذه بنت شيخ ومطموع فيها ابناء شيخ يجون يخطبونها ابناء وجهاء القرية البنت كانت ترفض كل العرسان اللي يتقدموا لها وهي وحيدة على اخوانها وبنت مدللة واخر العنقود فابوها كان معطيها على كيفها ولما تصارحوا بعلاقة الحب واحمد وعدها في الزواج وبعد مرور ثلاث سنوات قالت يا احمد الخطابين كثرة وصراحة انا ما عاد اقدر يعني ارفض الشباب اللي يتقدموا لي مرة متقدم لي طبيب مرة متقدم لي ولد شيخ ولد الشيخ الفلاني ولد مدري منه المفروض انك تتلع لها شوي قال لها ابشري شنو المطلوب قالت المطلوب على الاقل يعني قبل لا تخلص الجامعة باقي لك سنة زمان خلي ابوك يسولف مع ابوي في هالموضوع علشان نلجم الخطابين اللي يجون هذول كل يوم والثاني ولا جاي خطاب ويقوم احمد هذاك اليوم ويفاتح ابوه في موضوع الزواج قال والله يا ييبه صراحة انا رايد بنت الشيخ ابو محمد البنت هذي خاتون قال والله ونعم جماعة يناسبون ومن احسن ما يكون ما في مشكلة ابدا لكن اخاف يولدي اذا رح طلبت البنت اخاف انه جماعة يتعنفون علينا وينظرون لنا نظرة فوقية قال ابدا يا ييبه انا متفق انا والبنت والبنت رايدتني واهم شيء رايد البنت وابوها اكيد ما رح يرفضك انت رجال لك سمعتك واحنا لنا سمعتنا في القرية ليش لحتى يرفضك قال ماشي يولدي وابو احمد رجال رافع راسه بابنه انه بعدها سنة زمان رح يتخرج ويحصل على شهادة ويتوظف ويصبح محامي قد الدنيا والرجل شايف ابنه ما هم صدق ويقوم يروح هذاك اليوم احمد على بغداد على الجامعة يكفي دراسته وابو احمد يروح لعند الشيخ ابو محمد سلام عليكم وعليكم السلام يا حي الله بابا احمد قالوا صراحة انا جايك في موضوع يا شيخ ابو محمد وطالبين القرب منك حياك الله قالوا طالبين البنت خاتون على سنة الله ورسوله لابن احمد تعرف ابن احمد قاعد يدرس فيه الجامعة في بغداد واصبح على وشك التخرج ما هو باقيله الا تالي هالسنة وانا قلت صراحة علشان البنت ما تروح الخطة بين كثار وانت رجال مطموع بنسبك ومصهرتك فقلت خليني اصرفك في هالموضوع لو انه مبكر شوي يعني نسوي خطبة او اخذ قول منك قالوا بشرب عزك يا ابو احمد وابنك من احسن شباب القرية والله لنا شرف لكن الرأي الاول والاخير يرجع للبنت خاتون انا ما اطلع عن رأيها قالوا اكيد واصلا هذا اللي تعودنا عليه يا ابو محمد نشاور بناتنا في الزواج وهذه حياة طويلة ما هي سالفة لعبة ويقوم ابو محمد مباشرة ينادي على خاتون تعالي يا خاتون خاتون عرفان السالفة وعندها ابتسامة وخجلانة قالها يا ابنيتي هذا عم شاب احمد طالبت لولده احمد ش تقولين ترى الجماعة وضعهم كذا وكذا وانت تعرفين هاجر وتعرفين احمد وتعرفين وضع العائلة خاتون هذاك اليوم قلبها راح يطلع من بين الضلوحة على شدة النبض والبنت سعيدة جدا لكن ما تقدر تقول بصراحة ايه ولا موافقة لكن معروف عند البنات السكوت علامة الرضا اللح عليها ابوها قالت يا ييبة اللي تشوفه انت انا ما عندي مشكلة ابدا وتخجل وتحط راسها بالارض وترجع على غرفتها وكانت سعيدة هذاك اليوم انه خلاص الان راح ينتشر الخبر وراح الناس تسولف انه والله احمد خطب البنت وما عاد يجيها خطابين وما عاد انه يظل الاحراج هذا عندها كل يوم وثاني جايها خطاب وترفض الخطابين بدون اي سبب وابو محمد وابو احمد اتفقوا على انه بس يخلص احمد الدراسة ويحصل على الشهادة يتقدم لها بشكل رسمي يجيب الجاهة اللي تليغ بمقام الشيخ ابو محمد وجهاءها القرية وشيوخ القرى المجاورة ويخطبون البنت بشكل رسمي ويحصل الزواج المهم ويروح ابو احمد هذاك اليوم على الموصل ويتصل على ابنه احمد كانت الاتصالات عن طريق الخطوط الارضية واحمد عنده تلفون في السكن ويتصل عليه ويخبره وقال له ابشرك روح اتخطبت لك البنت وخذيني قوله من ابو محمد والبنت اعتبرها على حسابك يا ابني لكن ودنا تشد الهم وترفع راسنا وتبيض وجوهنا قال ابشرب عزة كيبة ان شاء الله اربع خمس شهور اخلص الامتحانات واعتبر ابنك من الطلبة الناجحين ومه بس الناجحين من المتفوقين وهذا الشاب لما سمع هالخبر كان حلى على قلبه من العسن صحيح كان ضامن موافقة البنت لكن كان خايف من ردة فعل ابوها ولا اخوانها حدا يعارض لكن الامور مشت بسلام وصار هذا احمد يلهم الكتب لهم يأكلها اكل ويدرس ويواصل الليل بالنهار موعود الان بس يخلص الدراسة رح يحصل على بنت الشيخ وحبيبة قلبه وتروح الايام وتجي الايام بعد سالفة ابو احمد وابو محمد لما جخطة بالبنت في حوالي شهر وشهرين زمان ابو محمد هذا عنده احد الاصدقاء شيخ احدى القرى المجاورة رجل ينقال له ابو ملهم ابو ملهم هذا شيخ ابن عن جد وعنده ولد اسمه ملهم ملهم هذا شاب ولا كل الشباب وهذا ملهم شنو يشتغل ملهم كان متطوع بالكلية الحربية في بغداد وتو متخرج منها الكلية بريتبت ملازم ومعروف في العراق لما يجي واحد يخطب يقولون اما ملازم او ماهو لازم زمان كان فيه الملازم لهما كانتو رجل دولة وهيبة وولد شيخ المهم هذا ملهم ماهو شايف حدا قدامه وبعد ما علق النجمة على كتفه ابوهم سكوا هذاك اليوم وقال ياوليدي الان تخرجت وصرت ضابط قد الدنيا ورفعت راسنا الان ودنا انزوجك وهذا ابو ملهم فيه زيارات شبه متواصلة بينه وبين الشيخ ابو محمد وهذا اكثر من مرة شايف البنت خاتون وظاهر انه سان نسنانه عليها لولده ملهم ابنه ابن شيخ وهذه بنت شيخ وولاد الشيخ يدورون على عرائس الولادهم من بنات الشيخ كذلك المهم يمسك الولد قاله العروس جاهزة يولدي من العروس هذا ملهم ماهو حط بباله اي فتاة كان ملتهي فيه الخدمة ودورة ومدري ايش والان اصبح ملازم قد الدنيا قاله خاتون بنت الشيخ ابو محمد قاله بنت هذي من اجمل بنات القرى المجاورة ورجل يناسب ورجل معروف قاله لتشوفوا يا يبا انا ما عندي مشكلة ويقومون يركبون هذاك اليوم ابو ملهم وملهم واخوانه ومجموعة من ربعه ست سبع اشخاص ويجون على الشيخ ابو محمد سلام عليكم وعليكم السلام يا حي الله بالشيخ ابو ملهم ويقوم الشيخ ابو محمد يذبح الذبايح ويعزم وجهاء القرية على جاه الشيخ وقامت الدنيا وما قعدت لكن الشيخ ابو ملهم من اول ما صبوا له القهوة ويحط الفنجان بالارض وهاي العادة متعارفة عند ابناء القبائل والعشاعر انه هذا الشيخ عنده طلب وما يشرب القهوة الا اللي جاي فيه يروح فيه الشيخ ابو محمد قال للشيخ ابو ملهم يا شيخ اشرب قهوتك واللي جاي فيه تروح فيه وبشرب عزك باللي نقدر عليه وان شاء الله ما تطلع من هالديواني ابو ملهم الا اللي جاي فيه تروح فيه والامور طيبة ان شاء الله ويشرب ابو ملهم اللي قهوة وقال له يا ابو محمد جاي انا وهالوجوه الطيبة طالبين بنتك خاتون الولدنا الملازم ملهم قال حياك الله والله ونعم النسب ونعم المصاهرة وان شاء الله خير قول خير ان شاء الله يا ابو ملهم الرجال ابو محمد ما عدي اعرف شنو ديقول اصبح محرج وقال للرجال اشرب قهوتك وما هي حلوة الان يردى الطلب لكن الامر ممكن ان يكون له حلة ممكن يختلي ابو ملهم مع ابو محمد ويسولفه بالموضوع او ممكن انه يسولف بنته بهالموضوع بما انه الان اختلفت الامور مئة وثمانين درجة هذا ملازم حاط لنجمة ولد الشيخ ابو ملهم واضربه اطرح او هذاك طالب جامعة سنة ثالثة رابعة ولاه حاصل على وظيفه ولا من يحزنون المهم تعشت اتجاهها هذاك اليوم الشيخ ابو ملهم والجماعة اللي جايين معاه وشربه وقهوتهم وراحوا في حال سبيلهم ومنتظرين الرد الان من ابو محمد بعد ما راحوا الجماعة وينادي ابو محمد على بنته خاتون قالها يا ابنيتي سالفة كذا وكذا وكذا وجانا الشيخ ابو ملهم وطلبت لابنه الملازم هذا اش رايك قالت والله يا يبا يعني صراحة شوفت عينك طلبني احمد واحنا يعني وافقنا على الزواج او على الخطبة قال لها يا ابنيتي الان الكرة في ملعبت والان هذا احمد صحيح شاب محترم ومؤدب واخلاق ومن عائلة معروفة وابوه رجل محترم لكن يا ابنيتي انا اريد لك تعيشين حياة سعيدة يمكن احمد بعد ما يحصل على شهادة يمكن ما يلاقي وظيفة يمكن تتعبين بحياتك اما هذا ملهم معلق النجمة على كتفه وسيارات وحشم وخدم وابوهم من يعني رجل عنده اموال ما تاكلها النيران ابو ملهم يا بنتي عنده فلوس وعقارات قدنا ثلاث اربع مرات وجماعة معروفين وصراحة انا صرت محرج من الجماعة او اتمنى انك تشاورين حالك في مستقبلك وبعدين يا ابنيتي هذا ملهم في يوم من الايام اكيد بما انه ولد الشيخ ابو ملهم راح يكون مدعوم وراح يصير ضابط كبير ممكن يصير في القيادات العليا في العراق لذلك يا ابنيتي شاوري حالك قبل لا تعطيني جواب الان لا تصور فين ولا كلمة وشال حاله وراح قاعدة بهالديوانية والبنت هذه خاتون لما سمعت ملازم ومعلق نجمة وقصور وخدم وحشم وانها راح تنتقل الى حياة اجمل من الحياة اللي عايشتها عند ابوها صحيح بنت شيخ وعز واللي توطل ويحضر لكن هذا ضابط وراح يصير ضابط كبير وممكن يصير قائد كبير البنت انفتل عقلها وقالت الحب هذا شنو دي ساوي الحب ما يطعمي خبز صحيح يمكن احمد ما يحصل على وظيفة وراح اعيش حياة سودة معاه وزوجة موظف هذا مضمون اما هذاك حظك نصيبك يمكن تصيب ويمكن تخيب البنت انقلب عقلها هذاك اليوم 180 درجة وتيجي على ابوها في اليوم الثاني ها يا خاتون قالت اللي تشوفه يا يبا انا ما عندي مشكلة وانا شاورت نفسي وشفت انه فعلا كلامك صحيح وهذا ملهم ولد شيخ واكيد راح يعملني معاملة حسنة ويعملني معاملة بنت شيخ وبناء عليه ابو محمد يقوم يبلغ الجماعة بعث لهم مرسال وقالوا لهم حياكم الله ويقوم الشيخ ابو ملهم اول ما وصل الخبر في اليوم الثاني ويجمع مشايخ المنطقة وجهاء المنطقة ويروحون على ابو محمد ويخطبون البنت بشكل رسمي وحددوا المهر وحددوا موعد الزواج بعد اسبوع زمان لانه الولد ما اخذ اجازة ومستعجل على الزواج واموره جاهزة عنده قصر وعنده غرف نوم واموره على 24 يعني ما هو ناقص الا خاتون هذي اتجهز نفسها بشوية ملابس والفلوس واجده وخير الله واجد ويسمع هذاك اليوم ابو احمد ابو احمد شاف اللمه عند الشيخ ابو محمد لكن قال لك الرجال هذا شيخ ومضياف وديوانه مفتوح للرايح وللجاي يمكن حلت مشكلة يمكن جاهة يعني ما اخذ وعطى بالسالفة لكن في اليوم الثاني انتشر الخبر ويا بنت قولي لامت خاتون خطبت منه اللي خاطب اللي خاطب ملهم ولده شيخ ابو ملهم ويجي ابو احمد لعنده ابو محمد سلام عليكم حي الله ابو محمد قاله يا شيخ ابو محمد شنو اللي اسمعه صحيح الكلام شنو الكلام قاله والله الكلام انه البنت مخطوبة وخاطبينها ومحددين موعد الزواج شلون صار يا ابو محمد قاله والله يا ابو احمد لا تلومني لوم البنت خاتون خاتون هي اللي قبلت بابنك ولما شاورناها ويعني يا ابو احمد تعرف انا ما صار بينه وبينك كلام رسمي وخطبة رسمية مجرد كلام واتفاق لكن اللي حصل انه البنت بدلت رايها وانا صراحة ما اقدر اغصب بنتي على ابنك ولك الكرامة ولك المكانة والاحترام والتقدير قاله يا ابو محمد انت لا خليت فيها كرامة ولا خليت فيها احترام ولا تقدير يا ابو احمد شنو تقول احفظ لسانك قاله حافظ لساني لكن الكلام الصح هذا انا خطبت بنتك وانت المفروض انك حتى لو جايك شيخ مشايخ العراق ما تعطي كلام وعلى يصير وما يصير المهم ويطلع ابو احمد هذاك اليوم ازعلان ويضرب التل يصيب البطين ولما جوا ولا البنت هاجر خير يا ييبا شوف وجهك ماهو زين قال لها ما تدري البنت مخطوبة او خطبناها ولكن الظاهر الولد ما له نصيب لكن الان بس يجي او يتصل شنو دي اقول له قالت يا ييبا ساعتها يسر الله والحمد لله اللي انها بيّنت من اولها ماهو من تاليها والظاهر اخوي ماله نصيب بهالبنت والله يبعث له بنت احسن منها واجمل منها الجماعة اسكتة وشنودهم يساوون ما باليد عيلة وهذا شيخ ابو محمد رجال واصل وعنده ناسه وقال الرجال حسبي الله ونعم الوكيل المهم عشر ايام زمان خاتون هذي جهزت نفسها ويتزوج منها هذاك اليوم ولد الشيخ هذا اللي اسمه ملهم وساوى وعرس سمع فيه القريب والبعيد عرس مطنطن حضروه كل ابناء القرى والمسكين هذاك احمد بغداد قاعد يسنس نونو ويدرس وماهو عرفان باللي صاير تروح الايام وتجي الايام ثلاث اربع شهور خمس شهور ويجي احمد هذاك اليوم اول ما وصل على البيت ويشوف وجه امه وابوه واخته هذي ما هم مضبوطين الجماعة يا حي الله بحمد شاف عندهم سوالف قالهم يا جماعة شنو الموضوع قالوا والله ما في شيء الا كل خير قال يا جماعة عندكم سوالف ما هي وجهكم ما هي اللي تستقبلني كل مرة قالت البنت هاجر يا اخوي البنت خاتون خير خاتون شنو اللي صار عليها عسى ما شر قالوا ما صار الا كل خير البنت ظاهر مالك نصيف فيها يا اخوي والبنت انخطبت وتزوجت احمد لما سمع البنت انخطبت وتزوجت كان فيها عقل وطار منو اللي خطبها ومو شلون صار قالوا والله خطبها ولد الشيخ ابو ملهم والبنت اقلبت عليك وهذا اللي جرى وهذا اللي صار والشاب ما هو مصدق هل هو بحلم هل هو بعلم عهد ووعد بين وبينها حب ثلاث اربع سنوات وتوها يعني حاصل على الشهادة هذاك اليوم وطالع من العشرة الاوائل على الدفعة شلون صار قالوا والله يا اخوي هذا اللي صار وهذا اللي جرى وهاجر قالت يا اخوي انا رحت عليها هذاك اليوم لما صارت الخطبة وعاتبتها وقالت لي بالحرف الواحد قالت تبلغين اخوش احمد لا يعرفني ولا عرفه ولا يحبني ولا احبه ولا يعتر الطريقي ابدا بيوم من الايام انا بنت الخطبة وديري بالك يعتر الطريقي بيوم من الايام يهاجر انت متأكدة من هالسوالف خاتون تقول قالت قالت وازود اخوي يوكل الله والظاهر ما لك نصيب فيها واحمد المسكين هذاك اليوم جاي من سفر طويل من بغداد وتعبان وجوعان لا عاد على باله يأكل ولا ينام ولا يشرب ويدخل في حالة نفسية سيئة وكره القرية كلياتها قعد له يومين ثلاثة على اساس جاي يقضي الاجازة ويركب بعد منها وعلى بغداد قالهم انا القرية الان هذه بالوقت الحالي ما رح اقدر اقعد فيها ابو قالوا يا ولدي وكل الله وبعدين انت الان حصلت على شهادة ومن الطلب المتفوقين وانسان مثقف وعارف انت تعرف اكثر مني ومن غيري يا ابني خلاص انسى هالبنت ويقوم يركب وينك يا بغداد ويبدأ يشتغل في العاصمة العراقية بغداد ويحاول ينسى البنت ويقوم يقدم على طلب توظيف بعد ما حصل على شهادة ويتم قبوله في احدى المحاكم العراقية ككاتب في المحكمة والكلام عام 1967 نهاية الستينيات وتروح الايام وتيجي الايام احمد اثبت جدارته في عمله اخلاص وتفاني ورجل له سمعة حسنة يحترمونه كل المحيط اللي حواليه وبعد فترة من الزمن حوالي شهرين ثلاث ست شهور نسى البنت او تناساها يعني ويرجع فيه يوم من الايام على القرية على ابوه وامه واخته يشوفهم يطمن عن حوالهم وهو راجع على مدخل القرية ويشوف بنت طيرة العقل والبنت هذه ما يعرفها بنت منه اول ما وصل على البيت ويعطي مواصفات هذه البنت اللي شافها الاخته هاجر قالها شفت بنت من اجمل بنات القرية هذه اول مرة اشوفها بنت منه هذه قالت هذه بنت ابو ليلى هذه ليلى من اجمل بنات القرية لكن حال احلها جماعة تحت الصفر بعشر درجات قالوا شودي بها لها تحت الصفر ولا فوق الصفر البنت متزوجة مرتبطة مخطوبة قالت البنت عزبة وبسبب احوال ابوها المادية ما حدا تقدم لخطبتها قال يا معود تشوفي للبنت هذه وصراحة انا ناوي على الزواج وودي انسى اللي حصل تعرفين انت البير وغطاة قالت ابشر يا اخو لكن خليني اشاور البنت بالاول اشوفها يمكن ببالها واحد يمكن اتعرف انت السوال في هذه قالها ماشي انا منتظر خبر فيها ذاك الوقت كانن البنات يردن على البير او على العين او على النهر على الحمير اللي يعزكم عنها الطاري يحطنا الراوية الراوية هذه مصنوعة من الكوشوك يحطونا على الحمار وبعض هن اللي عندها جرة اللي عندها قلن بدون اللي عندها قربة ترد هالناس على هالبير وعلى المكان اللي يجبون منه مي للشرب وللغسيل وترد هذاك اليوم هاجر مع هالبنات على البير ولا هذي البنت ليلة وتمسكها وتاخذها على الجنب قالت يا ليلة أنا عندي سالف ودي أسولفتش ياها انتي ببالة شب تحبين حدا حدا مسولف فيتش قالت أبدا ليش قالت لها صراحة في تحت ايدي عريس لقطة منو العريس قالت العريس أخوي أحمد قالت لها شوفي يا هاجر يعني أنا صراحة ماني فاضي للمسخرة والسوالف هاي الفاضي روحتي مسخري على أحد غيري قالت ليش أتمسخر قالت لها أنا البنت الفقيرة وكذا الآن يودوا يتزوجني هذا أخوك اللي يقولون مدري صاير حاكم مدري صاير متصرف قالت يا بنت الناس له حاكم وله متصرف موظف في المحكمة قالت أنتي مستهينة موظف بالمحكمة والكلام في نهاية الستينيات يعني موظف في محكمة شغلة شبيرة يعني دولة قالت مثل ما أقولك أخوي شايفتش يوم أمس وأعجب فيش وهو اللي طلب مني أني أشاورتش البنت هذه ليلة ما هي مصدقة إيش معنى يعني ترك كل بناتها القرية واختارني أنا من بينها البنات قالت لها والله عاد هذا النصيب البنت طارت من الفرح هذاك اليوم قالت لها ما عندي مشكلة خلوا يروح من الصبح يتقدم الخطبتي أبداً ما عندي مشكلة وتزفى الخبر هاجر الأخوها أحمد هذاك اليوم وقالت أبشرك البنت لا هي مخطوبة ولا حدا مسولف فيها والبنت أصلاً طارت من الفرح والبنت هذه ليلة بنت كذلك أجمل من بنت شيخ خاتون بمراحل عديدة لكن البنت بسبب الفقر وأنه ما تلبس زين وإثيابها شبه مشققة أحوالها والمادية تعبانة والمثل يقول لك لبس العود يجود وهذه بالنسبة لبنت شيخ أميرة من الأميرات كجمال المهم أبو أحمد هذاك اليوم كذلك مبسوط أنه ولده وده ينسى البنت هذه خاتون وده يفتح صفحة جديدة ويروح يتقدم لخطبة ليلة من أبوه أبو ليلة لما جل عنده أبو أحمد الرجال ماهو عرفان شنو وده يقدم الأبو أحمد ويا حي الله ويا أهلا وسعلا قالوا خيوه ما في داعي الكثرة الكلام وطول سيرة احنا جايين طالبين القرب وطالبين البنت الولدنا أحمد ش تقول؟ قالوا والله في البداية يا أبو أحمد لازم أشاور البنت قالوا أكيد شاوره ويقوم أبو أحمد يفتل على الغرفة الثانية ويمسك البنت قالها يا بنت ترى جايش خطاب والخطاب هذا أحمد موظف المحكمة قالت يا إيبا اللي تشوفه أنت تفصل وأنا ألبس والبنت أعطت خجلة وابتسامة وحطت راسها بالأرض والأب فهم أنه البنت موافقة ويرجع على أبو أحمد هاي أبو ليلة قالوا أنت تفصل وإحنا نلبس والبنت هذه اعتبرها بنتك أنت وجهزولها وأنت وحتى مهر ما ودي أنا الإيدي ولو تطلعها منها البيت يا باحمد بثوا بل لبستوا والله ما عندي مشكلة أهم شيء أنه أحنا مشترين رجل وأحمد ولدك سمعته فيها القرية من أحسن الشباب أنا مشتري رجل ومناسب جماعة محترمين شروة من يسمع المهم وينادون الشيخ ويعقدون العقاد هذاك اليوم ويحددون موعد الزواج بعد أسبوع وينتشر الخبر في القرية ويا بنت قولي لأمك أحمد خطب ليلة بنت أبو ليلة وبنت أبو ليلة هذه هي أكبر خواتها وعنده أربع خمس بنات وأبناء أصغر منها والرجال يا الله ملحق حق أكل لها العائلة الرجال يشتغل عام الميوم وفيها المزارع المهم أسبوع زمان جهزت العروسة وأحمد جهز نفسه ويتزوج من ليلة وكان هذاك اليوم أسعد إنسان على وجه الكرة الأرضية ولما جت هالبنت خاتون وشاف هذي شا الليلة ما شاء الله تبارك الله أي خاتون لا خاتون ولا من يحزنون لابسة هاللباس الزين وهاللباس الجديد وعروسة تحمد الله عز وجل على هالنصيب وهالبنت خجولة وما شاء الله مبين عنها أخلاق وصمعتها في القرية مثل المسك ما عليها غبار أبدا المهم أول يوم الثاني الثالث أسبوع زمان عشر تيام البنت هذي خلت أحمد ينسى أبو خاتون إذ في خاتون بحياته نساها وعاش حياته بالطول وبالعرض ويقعد له حوالي خمسة عشرين يوم ويقول الليلة جهزي نفسك ويدنا نروح على بغداد أنا ما أخذ إجازة وودي أروح لأنا كنويات ونعيش حياتنا ويركب هو وياها وينش يا بغداد ويستأجر له هناك غرفتين على قد الحال ومنزل بسيط يعني متواضع لكن الحياة مختلفة الآن صارت في مدينة ومي صاخنة وكهربة ودنيا والحياة انقلبت مئة وثمانين درجة والبنت شافت العجب العجاب في بغداد هذه تسمع ببغداد سمع بحياتها لا هي رايحة عليها لا هي ولا أبوها يسمعون فيها بالعاصمة بغداد وما هم واصلين عليها وهذا صار يفتلها به الأسواق ببغداد ومن مكان إلى مكان ومدللها والبنت معاملتها مع أحمد مثل ما تقولون يعني الضابط الكبير والجندي اللي توه داخل على العسكرية احترام بشكل ماهو طبيعي وهذا أحمد كله شوي يقرص حاله يقول أنا بحلم ولا بعلم سبحان المعوض سبحان من عوضه بدال هذه خاتون اللي باعته واشترت الملازم البنت بمجرد ما يأشر إشارة قبل لا يتكلم يكون الأمر حاضر إن كان أكل ولا شرب ولا ملبس المهم ما لكم بطول سيرة هذا أحمد وليلى عاشوا حياة جميلة جدا في بغداد وبدأ أحمد شوي شوي يترقى في منصبه في المحكمة من كاتب إلى مساعد إلى آخره نرجع الآن إلى خاتونه خاتونه هذي لما انتقلت لعند زوجها الجديد ملهم وعاشت في قصر ما تقدر تعد الغرف اللي فيه أوعز وسيارات وخدم وحشم والهوى ما تلمسوا بيدها وقالت لك وين وين ملهم ووين أحمد وهذا اللي الحمد لله اللي إني إقلابت رأيي وما ركضت وراء الحب وركضت وراء قلبي وهذا ملهم شايفهم وهم صدق كذلك عاملها معاملة حسن وولد شيخ وهذه بنت شيخ وتروح الأيام وتجي الأيام بعد زواجها من ملهم بسنتين ملهم في يوم من الأيام عنده دورة علشان يترقى إلى رتبة ملازم أول والدورة هذه لازم يروح على بغداد يسويها ويركب هذاك اليوم هو وبعض زملاء من المنطقة ووين تشي بغداد لكن اللي حصل على الطريق وقدر الله أنه يصير لهم حادث حادث سيارة السيارة اللي راكبينها إقلابت وصار لهم حادث أليم زملاء اللي معاه اللي مات واللي إن جرح أما بالنسبة الملهم ملهم هذا تم إسعافه إلى أحد المستشفيات القريبة من المنطقة هو زملاءه اللي كانوا طيبين لكن ملهم كان حادث أليم جدا الرجال بين الحياة والموت ومتعرض إلى كسور عديدة لكن أهم شيء حصل معه ملهم أمر ما كان حدا يتوقعه ملهم هذا عنده إصابة فيه النخاع الشوكي وفي هذا مركز الحركات الإرادية واللا إرادية ويصبح فيه شلل شبه تام بالإضافة إلى تعطل معظم وظائف الجسد الحركية بالإضافة إلى أنه ملهم أصبح عاجز جنسيا وخلال هالسنتين اللي مرن من زواجه ومن خاتون ما حصل الحمل المهم فزع وهلوه ذاك اليوم وفزعت الجماعة أو يا بنت قولي لمش ملهم سوى حادث أو خاتون تبجي لما جت عليه على المستشفى ولا هذا الرجال متكسر تكسر ماهم بينه إلا عيونه من الشاشة اللي لا فينه فيه ويظل ملهم فيه المستشفى حوالي تقريبا ست إلى سبع شهور لحتى قدروا يطالعونه من المستشفى لكن الرجال طلع شبه صورة يعني موجود وكتبوا له أدوية عديدة ولما جابوه على هالبيت وصار التفرج عليه خاتون وتقول هذا جزاي هذا جزاي اللي سويته مع أحمد لكن لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا نصيبي قلوا هم الجماعة قالوا لها يا بنت الناس هذا نصيبك وزوجك لكن الزوج هذا بحاجة إلى عناية فائقة يجب إنش تعطينه الأدوية بمواعيدها وبحاجة إلى أخدام مثل كأنه عندك ولد صغير ارتوه عمره شهر زمان وبلشت خاتون بلشت بلشة سودة وهي صابر وتقول هذا اللي يجي من الله واللي يجي من الله يا محلا لكن بنفس الوقت عرفانا حالها شنو مساوية والآن لا عندها ولد ولا عندها بنت وزوجها معاق مجرد صورة موجودة فيها البيت وبلشت بخدامته وتروح الأيام وتمر الأشهر والسنين سنة سنتين ثلاث أربعة عشرة 12 سنة الكلام أصبحنا الآن تقريبا في بداية الثمانينيات 1981-82 خلالها 12 سنة أحمد شنو سوه وشنو صار عليه أحمد بدأ يترقى في المحكمة الحد ما صار هذاك اليوم رئيس المحكمة وصار من وجهاء الموصل لأنه انتقل إلى مدينة الموصل وصار أحمد علاقاته مع الناس الكبار في المجتمع مع المحافظ مع المتصرف مع القضاة الكبار مع الضباط الكبار الرجل صار إذا ينقل اسمه في المجلس الناس تحط إيدها على روسها وأحواله المادية صارت فوق الريح وصار عنده بدل البيت اللي كان مستأجره في بغداد الآن في الموصل صار عنده قصر سياح نياح وليلة هذه جابت له ثلاث أبناء وبنوتة آخر العنقود البنوتة فيها ذاك الوقت كان عمرها تقريبا أبو أربع خمس سنوات والبنت هذه أغلى الأبناء وأقربهم عليها لأنها آخر العنقود والبنت الوحيدة على ثلاث أبناء وأحوال أبوه المادية كذلك صارت فوق الريح وجابه له عنده على الموصل وأخته هاجر تزوجت كذلك من أحد ما عارفه وجماعة عايشين حياتهم بأمن وأمان وأطمئنان وما عندهم قطعة من الشيطان أما بالنسبة لخاتون بعد 12 سنة من خدامتها الزوجة وفي يوم من الأيام يتوفى ملهم رحمة الله عليه أخوان ملهم الكل تزوج قال لي بلشان بحاله ولما توفى ملهم قالوا يا بنت الناس تحبين تظلين عندنا في بيت زوجت حياتش الله معزز مكرمة تحبين تروحين على أهلك الله معاتش قالت لا والله بعد ما مات زوجي ما ليقعدة بهالبيت وتقوم ترجع على أهلها ذاك اليوم لكن لما رجعت على أهلها طلعت منهم بحال ورجعت عليهم بحال هذا أبوها الشيخ أبو محمد فيه ثارات قديمة بين وبين أحد المشايخ في إحدى القرى المجاورة والثارات الطول مشاكلها وفي يوم من الأيام الجماعة اللي لهم ثار عند أبو محمد ويقتحمون منزله ويقتلونه وسط المنزل وولاده اللي انطعن انطعن واللي مات مات وقامت الدنيا وما قعدت ولما رجعت خاتون كانت الدنيا خربانة وصارت من بيت أخ البيت أخ والنسوان أخوانها زوجاتهم صار أن يعاملنها معاملة سيئة والفلوس اللي كانت والقصور والسيارات كلها راحت الجماعة صاروا أحوالهم يعني يالله ماكلين وشاربين وتسمع بأخبار أحمد قالوا أحمد صار من وجهاء الموصل وقاضي معروف ورجال كلمته ما تصير اثنين وتقوم تسأل أنه وين ما كان إقامة أحمد في الموصل قالوا هو ليش في حدا بالموصل ما يعرف منزل القاضي أحمد أحمد بيته نار على علم كل ادنين يتعرف بس صرتي بالموصل أسألي وين بيت أحمد القاضي أحمد بن فلان الكل يدلش عليه وتركب هذاك اليوم وتروح على الموصل وتسأل من مكان إلى مكان قالوا هذاك قصر القاضي أحمد وأصدفت لما جت على البيت والله هذا القاضي أحمد توه جاي على البيت ومعاه سايق وسيارة وأبها والله البيت اللي قير العقل والبنت متغيرة ملامحها على الهم والسنين اللي مرت عليها يعني كان عمرها فيها ذاك الوقت تقريبا خمسة وثلاثين سنة قول لهذا أحمد سلام عليكم وعليكم السلام أحمد يقول والله شايف هالزول ماني شايفه قالت له أنا خاتون وأنا داخلة على الله ثم عليك يا قاضي أحمد قالها حياتش الله يا خاتون ووين وشنو اللي صاير عليك ووين صارتي وشنو أخبارك قالت الأخبار عندك ما تدري بالسالفة اللي صارت على أبوي وعلى أخواني قالها أدري طبعا السالفة الدرى فيها البعيد والقريب أنه شيخ أبو محمد لما انقتلوا وصارت عليهم مشكلة قالت أنا داخلة على الله ثم عليك يا أحمد وما لي ملجع بعد الله عز وجل غير أنت قالها حياتش الله باللي أقدر عليش شنو أقدر أساعدك قالت أريد أشتغل خدامي عندك في البيت قالها أعوذ بالله يا بنت الناس أنت بنت شيخ ورجال معروف قالت أي شيخ وهي ما ظل فيها لا شيخ ولا ظل فيها شيء وأنا يا أحمد ما ودي شيء من هالدنيا إلا أني أشتغل خادمة تحت رجليك ورجلين زوجتك ليلة يا بنت الناس تعوذي من إبليس تعوذي من الشيطان قالت هذا اللي عندي لا عندي مأوى وأخواني أحوالهم سيئة المطلوب والمطعون وأحوالهم صعبة وزوجات أخواني ما لي مأوى إلا عندك أرجال شفق على حالتها وقالها حياتش الله ودخلها على البيت وعرف ليلة عليها وهذه البنت لما شافت ليلة ولا ليلة ما شاء الله تبارك الله أميرة في قصر وعندها الأبناء ما شاء الله تبارك الله وقال لها هذه البنت الآن خلاص ودها تشتغل عندنا في البيت ويمعود وصاتش لا تزعلينها لا تزعجينها لا تعاملينها كخادمة يعني أو كشغالة قالت بشي ربعزك يا أحمد ما يصير إلا ليودك يا وهذه خاتون ما ودها وصى وليلة هذه زوجة أحمد الله يسلمكم ما تدري بعلاقة الحب والغرام اللي كانت حاصلة بين أحمد وخاتون سابقا ووصاها فيها وقالت خلاص ما يصير إلا ليودك يا والرجال بدأ يمارس حياته بشكل طبيعي وما نظر لخاتون أي نظرة أخرى خلاص البنت أصبحت صفحة من الماضي والآن جدته بهيئة أخرى وبحال آخر وصارت تساعد زوجته في الأعمال المنزلية وتربية الأبناء تقعد لها شهر وشهرين ثلاث وتتعرف على وحدة من تجارات منزل بجانب منزل القاضي أحمد وهذا المنزل فيه شغالة كذلك تعرفا على بعضها وشنو الأخبار وشنو العلوم ومن سالفة إلى سالفة قالت لها تعرفين هذا القاضي أحمد هذا كان حبيبي قبل أو أنا بنت شيخ وأنا كذا وأنا هذا اللي صار علي وهذا اللي جرى لكن ماني قدرانا أشوف أحمد أمام عيني يفوت هو وحدة أخرى على غرفة النوم وشلون قالت لها الحل عندي بسيط شنو الحل قالت الحل تجيبين سم وتسمي مين المرأة هذه وتقتلينها وأحمد فيها الحالة رح ينحط تحت الأمر الواقع وأبناء هذول بحاجة إلى من يرعاهم ويدير باله عليهم ويربيهم وأنت رح تكونين أجدر الناس بهذا الشيء قالت والله فكرة لكن أخاف هذا قاضي هذا مهو لعبة محقق ومدري شنو رح يكتشفون السالفة قالت الشغلة بسيطة تجيبين لتسم وتسمي مين المرأة بطريقة غير مباشرة بحيث أنها ما حد يكتشف الموضوع ويا دار ما دخلت شر والفكرة هذه راقة الخاتون وبدأت تتفكر شلون وما شلون وتروح تجيب مادة سامة شديدة السمية وفي يوم من الأيام تساوي كاسة عصير لزوجة أحمد ليلة هذه وقدمت لها كاسة العصير والبنت الصغيرة بنت القاضي أحمد بجانب أمها البنت مباشرة تناولت كاسة العصير من إيد أمها بنت ما تفهم وحبت أنها تشرب العصير وتنكب نصف كاسة العصير على الأرض الأم قالت ما علي شيء وتمسك البنت كاسة العصير مباشرة وتشرب الباقي اللي يظل فيه الكأس وخاتون هذي ما تعرف شنو ده تساوي تلبكت وارتبكت وليلة قالت لها عادي يا بنت الناس سوي لي كاسة عصير ثانية عادي البنت شربت هالعصيرات صحتين وهنا على قلبها ليش يزعلانة أنت قالت والله ما نزعلانة صراحة بس كنت مش تهيت لش كاسة هالعصير لكن سبحان الله ما لش نصيب فيها وارتبكت وخافت وما تعرف شنو ده تساوي قامت راحت جابت منشفة تنشف الأرضية مكان العصير اللي انكب البنت هذي ما في خمس دقائق بدأت تصيح وما تستريح صارت تصرخ تمسك بطنها ليلة ما هي عرفان البنت شنو اللي صار عليها ومباشرة تطير فيها إلى أقرب مستشفى وتتصل على زوجها أحمد أحمد في المحكمة شنو السالفة قالت البنت مدري شنو صار عليها المهم وصلوها على المستشفى البنت توفيت مباشرة أول ما ادخلت على الإسعاف كانت متوفية وصل أحمد خير شنو اللي صار قالوا البقية بحياتك يا أحمد وعظم الله أجركم ليش يا جماعة شنو اللي صاير شلون ماتت البنت وليش يا ليلة شنو أكلتيها شنو شربتيها قالت والله ما شربتها شي إلا خاتون جابت كاسة عصير وكنت ودي أشربها والبنت خذت كاسة العصير هذه من بين الدي وشربتها أحمد قاضي صار ومعروف وصلاة وجولات ويا ما محقق فيه جرائم ويا ما حاصلة معاه أفلام أو يطلب عرض جثة بنت ورحمة الله عليها على الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة شنو اللي شربته البنت ويجي تقريد الطب الشرعي خلال يعني خذوا عينة من المعدة قالوا فيه مادة شديدة السمية والبنت ماتت على أثر التسمم ويطيرون على البيت على بيت أحمد لما جول لما في غير لهوة الغربي ما في لا خاتون ولا من يحزنون ويعثرون على الكأس اللي شربت منه البنت العصير وياخذونه كذلك على الأدلة الجنائية وفتشوا فيه غرفة خاتون اللي تنام فيها ويعثرون كذلك على أصرار فيه بقايا من بودرة ولما أحلوها للتحاليل والاختبار تبين أنها نفسها المادة السمية اللي اعتروا عليها في معدة البنت رحمة الله عليها حزن أحمد وليلة هذاك اليوم على البنت هذي اللي مالها ذنب أما بالنسبة للبنت خاتون هذي لما شافت أنه زوجة أحمد إصعفتها إلى المستشفى قالت لك خليني أهرب قبل لا يكتشفون السالفة وفعلا تختفي خاتون بينها الشوالع وفيها المدينة الكبيرة وبحثوا عنها في كل مكان لكن ما أثروا عليها وأحمد وزوجة وليلة حزنين على وفاة بنتهم رحمة الله عليها وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يا خاتون وتروح الأيام وتجي الأيام مرت سنة سنتين وفي يوم من الأيام أحد أصدقاء القاضي أحمد رجل معروف وعنده ولد وده يزوجه خاطب له ومحددين موعد الزواج وعزم الناس المعروفة في بغداد صديقه هذا مقيم في بغداد ومعرفة قديمة من أيام اللي كان أحمد في بغداد فعزم الوجهة والمشايخ والناس المعروفة ومن ضمن المعازيم كان القاضي أحمد ولازم يطلع قبل بوقت على بغداد قبله بيوم علشان عنده بعض الأصدقاء بعض الزيارات يقول لك رايح ورايح أضرب عصفورين بحجر نحضر عرس الجماعة وفي عندي بعض الأصدقاء اللي لازم أزورهم وبالفعل لما وصل بغداد هذاك اليوم ساوا بعض الزيارات اللي كانت زيارات خاطفة ويجي لعند صاحب العرس اللي هو أبو العريس ودخلوا على هالمضافة وعلى هالديوانية قالوا العرس بكرة وقاموا بالواجب وهذا الرجل أبو العريس عنده حديقة كبيرة حول المنزل ومنطقة جميلة والدنيا صيف فأطلعوا قعدوا فيه الحديقة شوي ولا القاضي أحمد يلمح خيال أو امرأة وكأن هذي خاتون ويقوم يقول للمعزب اللي عازمه قالوا لو سمحت ممكن تنادي لهالبنت هاي اللي راحت هذي بنت منه تشتغل عندكم ولا بنتكم قال لا بالله هذي البنت تشتغل عندنا صارها فترة شنو اسمها قال اسمها هيفاء قال لو سمحت إذا ممكن تناديها خير عصا ما شر قال له بس خلها تيجي شوي وبعدين أقول لك ويقوم الرجال هذا ينادي على البنت قال له ناده هيفاء شوي ولا جاية هيفاء ولا هذي مي هيفاء هذي خاتون وخاتون أول ما شافت القاضي أحمد ما عدا تعرف شنو ده تساوي قالها هذا أنت سبحان الله جبل الجبل ما يتلاقون بس الدنيا صغيرة وين ودش تروحين خير يا قاضي أحمد شنو السالفة قال ألقوا القبض عليها هذي مباشرة الرجال هذا أبناءه حواليه ويمسكون البنت حاولت تهرب قالهم البنت هذي قتلت بنتي قبل سنتين ثلاث وصار إنه فترا ندور عليها بالحيلة والفتيلة وبعدين هذي مو اسمها هيفاء هذي اسمها خاتون ولا خاتون هذي هربانا إلى بغداد وقالت لك بيني وبينه مسافات ومئات الكيلومترات وشنو دي يلاقيني بغداد وجدت تشتغل عند هذي جماعة تحت اسم مستعار باسم هيفاء لكن وين دها تروح المهم تم القاء القبض عليها بعد إخبار رجال الأمن وتم تقديمها للمحاكمة ووجهوا لها تهمة التخطيط لقتل زوجة القاضي أحمد وقتل البنت وخاتون اعترفت بما نصب إليها لكن قالت أنا ما نيتي أقتل البنت أنا نيتي أتخلص من زوجة القاضي أحمد لأجل أحصل عليه ويتزوجني قالوا لها تتزوجت حية رقتا إن شاء الله بهالطريقة تنحل الأمور لما أخطبش هو شاب ما رضيتي فيه الآن جاي تركضين وراه بعد ما الله سبحانه وتعالى حن عليه وحط بين يديه ورفع من مقامه وقدره الآن افطنتي عليه قالت والله هذا اللي صار وأنا عارف نفسي إني غلطانة وندمانة لكن الندم ما ينفع تندمت من يوم اللي زوجي سوى الحادث وما لحقت تهنى بحياتي معاه وظليت أخدمه 12 سنة وصولفت لهم السالفة من أولها لآخرها المهم بناء عليه تم تقديم البنت إلى المحاكمة وبدت محاكمتها بالإضافة إلى أنه تم إلقاء القبض على صديقتها اللي تعرفت عليها وهي اللي حرضتها أنها تجيب السم وتحطه لزوجة أحمد وتم تقديمها للمحاكمة الثنتين بعد عدة جلسات القاضي أحمد تنازل عن حقه الشخصي لكن ظل حق الأم اللي رفعت عليها قضية قضية محاولة قتل وقتل بنتها وبعد عدة جلسات تم الحكم على خاتون بالسجن لمدة 20 سنة مع الأعمال الشاقة أما بالنسبة للبنت اللي حرضتها على هذا العمل تم الحكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات ونص كذلك مع الأعمال الشاقة وكانت هذه نهاية القصة القصة فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها أنتظر رأيكم وتعليقاتكم على هالقصة وفي النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه